موسيقى موجز الأخبار من المحور أهلا بكم هنالدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بفوز هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجائزة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2021 في مجال تطوير العمران المستدام من بين أكثر من 170 ترشيحا من العديد من البلدان وأشار مدبولي لأنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسئولية أو لا هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اهتمامه ورعايته وطبح هذا من المهام الكبرى التي يكلف بها الهيئة وكذا إشادته أكثر من مرة بما تنفذه الهيئة من مشروعات خاصة مشروعات الإسكان الاجتماعية وأكد مدبولي أن ما تحقق في المدن الجديدة خلال السنوات السبع الماضية يعد إنجازا بكل المخيس سواء في مشروعات البنية الأساسية أو الإسكان والخدمات المختلفة أعلنت الدكتورة هالا زايد وزيرة الصحة والسكان انطلاق حملة مع النطمئن سجل الآن بمحافظات كفر الشيخ بن سويف الشرقية لتشجيع المواطنين على التسجيل وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في حملة تطعيم المواطنين باللقاحات كورونا وأوضح بيان وزارة الصحة أنه تم تسجيل 17345 مواطنا على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح من خلال الحملة أثناء فترة عملها بست محافظات خلال ثلاثة أيام بالإضافة إلى تقديم التوعية لأكثر من 18 ألف مواطن بأهمية تلقي اللقاح لحماية أنفسهم وذويهم والمجتمع من خطر الإصابة بالفيروس مضيفا أن الحملة تستمر لمدة عشرة أيام تجوب خلالها جميع محافظات الجمهورية من العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساءا أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي التزام الوزارة بدعم ومساندة منظمات المجتمع الأهلية العاملة في مجال صحة وتنمية المرأة المصرية تحقيقا للأهداف الاستراتيجية بشأن حماية المرأة جاء ذلك خلال مشاركتها في المنتدى العربي لصحة المرأة تحت شعار المرأة والسلطان من الوقاية للتعافي وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتكسيف مشاركة منظمات المجتمع المدنية في تحقيق رؤية مصر لحقوق الإنسان والمشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المصريين وخاصة الفيات الأولى بالرعاية في مجالات الصحة والتعليم وتحقيق تكافه الفرص في العمل وصون حمايتهم الاجتماعية أهابت وزارة الداخلية بمالك المركبات بمختلف أنواعها سرعة التوجه لإدارة المرور التابعين لها لتركيب المرسخ الإلكتروني حيث سيتم البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرور ولائحته التنفيذية حال عدم واضح أو تثبيت الملسخ الإلكتروني المنصرف للمركبة أو إتلافه أو إخفاءه أو نقله لمركبة أخرى أو العبس به بما يفقده صلاحيته وذلك اعتبارا من اليوم السبت أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تابون تنكيس العالم الوطني ثلاثة أيام حدادا على الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة فيما ذكرت وسائل الإعلام الجزائرية أنه ستقام جنازة رسمية يحضرها شخصيات بارزة وكان التلفزيون الحكومي الجزائري قد أعلن أمس وفاة الرئيس البلاد السابق عبد العزيز بوتفليقة عن عمر الناهز 84 عاما وهو الرئيس السابع للبلاد منذ استخلالها عن فرنسا في 1962